استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بيقصر اكضيبية صباح اليوم مع علي المهندس علي بن محمد النعيمي المستشار بالدوان الملكي وزير البترول والثروة المعدنية السابق بالمملكة العربية السعودية الذي يزور مملكة البحرين حاليا وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن علاقات الأخوة والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تشهد نماء مستمرا على كافة المستويات وتزداد قوة ورسوخا ارتكازا على ما يربط بين البلدين الشقيقين من سلاط قوية تضرب بجهدورها في عماق التاريخ وروابط تقوم على المحبة والقربة ووحدة المصير وقال سموه إن ما يربط بين بلدين الشقيقين علاقات لها خصوصيتها وركائزها التاريخية الوثيقة ونقدر ونعتز بمواقف المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا الداعمة لأمن واستقرار مملكة البحرين وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تطوير أطر التعاون المتميزة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والارتقاء بها بالشكل الذي يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين في مزيد من الازدهار والتقدم ونوه سموه بالدور الحيوية الذي تقوم به المملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية في تعزيز التكامل والتضامن بين دول وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في ظل ما تمثله المملكة العربية السعودية من مركز ثقل إقليمي ودولي يحظى بتقدير الجميع وقال اسموه إن المملكة العربية السعودية الشقيقة بمواقفها المشرفة وحكمة قيادتها منذ عهد الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل السعود طيب الله ثرى وصولا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة استطاعت أن تشكل سدا منيعا يحمي الأمة من الأخطار التي تحيط بها وتهدد أمنها واستقرارها من خلال سياسة تعلي من قيم التعاون المشترك وتدعم وحدة وسيادة البلدان العربية والإسلامية وأشهد سموه بجهود خادم الحرمين الشريفين في قيادة مسيرة التقدم التي تشهدها المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة المجالات مؤكدا سموه أن المملكة الشقيقة كانت وستظل السند القوي والمتين لأشقائها في مختلف الظروف من ناحية أعرب المهندس علي بن محمد النعيمي عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مشيدا بما يتمتع به سموه من رؤى حكيمة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية الأمر الذي يعكس ما لدى سموه من خبرة متميزة في استشراف أفاق وتحديات المستقبل وأكد أن العلاقات البحرينية السعودية تشكل نموذجا لعلاقات الأخوة والتعاون بين الأشقاء مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من رهضة وتقدم في مختلف المجالات في ظل قيادتها الحكيمة شكرا